يوهانس شاب ألماني ملع بالصفر فهو يحط الرحالة في الصحراء الجزائرية وتحديدا في منطقة جانت الأثرية الواقعة على سلسلة جبال طاصل ناجر يقول أنه سمع الكثير عن طراء وجمال الجنوب الجزائري خاصة مزيج الصحراء الرملية بالصخرية قبل أن آتي إلى هنا كنت قد سمعت كثيرا عن الصحراء كنت أتوقع رؤية مكان جميل لكن ما رأيته كان خارقا للعادة مع أنك تشعر أنك في مكان بعيد جدا أنا أشعر بالراحة والطمأنين هنا مع الطوارق والأدلاء السياحيين يعتنون بنا يطبخون لنا ويجعلوننا نمضي وقتا طيبا ومن الرائع أن نجلس حول النار ونستمع للموسيقى الجميلة حتى سكان الشمال الجزائري بدورهم يتوافدون بالآلاف على المناطق الصحراوية لاكتشاف جنوبهم الكبير الانعدام الشبه التام للمرافق الفندقية والسياحية في جانت لم يمنع المنطقة من استقطاب الكثير من الزوار وحسب أهل الاختصاص السياحي في جانت هذا النوع من السياحة الصحراوية لا يحتاج إلى فنادق ومرافق سياحية نظرا للاستقرار الأمني هناك بالنسبة للسياحة التي نقدمها كسياحة في جانت مثلا لا يستحقها من المرافق لا يستحقها من المرافق مثل الزوار والحيوط والشامبر السياحة تركز على الطبيعة يقول زوار جانت أن نقص الرحلات الجوية إلى المناطق الجنوبية نظرا لغلائها ينعكس سلبا على السياحة الصحراوية التي من شأنها أن تكون مصدر رزق لسكان الجنوب الجزائري